اهلا بكم مشاهدينا متابعة مننا لقضية التحرش الجنسي وإيمانا مننا بأهمية متابعة كل القضايا اللي بتهم المجتمع وبتأثر فيه اليوم حنكمل تحليلنا لهذا الموضوع اللي صدم المجتمع ومشكلة التحرش اللي هي موجودة بشكل كبير في جميع المجتمعات اليوم حنحلل الموضوع لكن من الناحية النفسية وكمان حنحاول إيضاح الأسباب الاجتماعية لمثل هذه الضاحرة ورحب معايا في الستوديو بالأخصائية في علم النفس العيادي الدكتورة دولي حبال أهلا بك دكتورة أهلا بك وطبعا مشاهدينا حينضم لنا لاحقة من الرياضة الدكتور عيد بن شريدة العنزي لكن الآن حرجع لي دكتورة دولي أهلا بك دكتورة مرة ثانية دكتورة دولي يمنى نعرف نفسية الشخص اللي يعني يحب يمارس التحرش سواء على السيدات على الأطفال على أي ضحية بالنسبة له كيف كيف نشرح أسباب التحرش من الناحية النفسية خلع مثل ما قلت أول شيء التحرش الجنسي أصبح كتير شائع بجميع المجتمعات إن كانت المجتمعات العربية والمجتمعات الغربية على حد سواء وبيترك ما في شك أثر كتير مدمر من الناحية السايكولوجية من الناحية الطبية من الناحية القانونية ويعتبر هو أمر أو عمل يعني سلوك منحرف جنسي يعني سلوك جنسي منحرف لأنه بيخرج عن الألماط الجنسية المألوفة هو عمل غير إنساني وغير أخلاقي هلأ شو السفات الشخصية للأشخاص يلي بيقوموا بهيك عمل أول شيء أكيد عندك في شخصية قد تكون لا اجتماعية من إلا أنت سوشال برسوناليتي أو الشخصية السايكوباثية السايكوباث أو السوسيوباثية اللي هني أشخاص ما عندهم ضمير ما عندهم خوف الله بيحبوا يتحدوا القوانين بيخلقوا قوانينهم هني هيده ممكن تكون إحدى الشخصية ممكن يكون شخص مريض نفسيا ممكن يكون شخص نمو عقله متأخر ممكن يكون هو شخص تعرض لأزا جنسي تعرض لأزا جسدي ضحية وبيطبق هذا اللي صار فيه على الآخرين مزبوط وممكن يكون شخص مضمن على الكحول لأنه احنا منعفقت الشخص بضمن على الكحول بيفقد سيطرة على أعماله فبصير أعماله يعني فيها تدهور أو متدهور بأعماله مبعد يعني بيفقد سيطرة على سلوكياته فهذه هي الشخصية وما فيه تربية يعني ممكن يكون عايش بيبيئة فقيرة كتير بيبيئة الأب كتير ظالم الأب كان مثلا بيدربه كتير في بطالة ما فيه ما بيشتغل عايش ببيت في كتير أفراد عائلة يعني كتير معجوق البيت وما فيه نظام ما فيه تربية ما فيه أخلاق كل هالعوامل بتأثر هو الفقر يعني ممكن ما يكون السبب لأنه فيه عوائل فقيرة بس ممكن يعني 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 مجدروري يكون ممكن يكون من العوامل المساهمة لها المتحرش طيب دكتورة عادة المتحرش يعني أكيد إلا ما يكون فيه دلالات فيه علامات لما الشخص يشوفه ممكن يكون فيه بعضهم يعني محترفين لدرجة ما يبين يعني يعني يقدروا يلبسوا قناع بس فيه شخصيات ممكن الواحد يشعر أنه هي عندها دلالات أو عندها علامات بتدل أنه هذا الشخص ممكن يكون متحرش بالأشخاص ممكن يكون اللغة الجسد لأننا منعف أنه 93% من التواصل بيتم بطريقة غير شفاهية واللي ممكن يقوم هالعمال يعني بتحس بتعبير وشه عيونه نظراته بتحس نظراته غريبة عرفت كيف مش ضروري يحكي وفيه أشخاص ممكن مثل ما قلت بحطوا قناع بتتفاجأ لكن كيف بيصير أو التحرش الجنسي بين الأقارب يعني ممكن يكون أشخاص مأمنتي لأنت يعني بتسمعي قصص واحد راح عن بيت صفاح القربة الأهل عند خاله يعني خاله أو عمه أو الأب أو يعني ممكن تتقبلها مش رح تتقبلها بس ممكن أنه الواحد يبلعه شوي وقته بتكون جاي من حدا غريب بس من الغريب من الغريب اللي أنت مأمنتي له يعني على أنه رايحة ومبسوطة ومثلا من فترة يعني خال عمره خمس عشر سنة والصبي عمره خمس سنين يعني ما بتخطر ببيل حدا لو ما الصبي هو صار يعني حكى بعد جهد جهيد لأنه عادة بتعافي بيهددوهن ممكن يهددوهن ممكن يخدعوهن وفيه أهل ما بيصدقوا حتى إذا الطفل تكلموا هذي مشكلة كمان تانية بس شوفي كل ما كان الولد صغير بالعمر كل ما ميلوا الأهل لأنه يصدقوا لأنه فيه بيصفلهم أسشيا وبيقلهم معلومات الولد الطفل بيستغربوا نماء أسنين خمس سنين ما بيعرفها فكل ما كان الولد يعني أربع سنين خمس سنين ميلوا الأهل لتصديقوا أكتر من ما كان الولد كبير طيب دكتوريا فيه نقطة مهمة كمان يعني سفاح القربة والعلاقات اللي بتصير بين المحارم أحيانا حتى بعض الخادمات وبعض السائقين بيتحرشوا بالأطفال مية بالمية الأطفال المشكلة أنه تعبيرهم عن الاعتداء والعنف اللي بتعرضو أو التحرش ما بيكون زي الكبار بيكون أحيانا صعب عليهم التعبير المجتمع عندنا العربي فيه سلوكيات يعني الأهالي أحيانا بيربي ابناءهم عليها غلط أنه مثلا التقبيل مثلا بشكل عادي الأم أو الأخ أو الأبن أين كان يتقبل الطفل من مثلا الشفاه أو أنه يكون دائما مختلط بالأقارب ويأخذوه في حضنهم ويجلسوه ويطبطبوا عليه لازم كل الناس تقبلوا وتبوسوا يعني كل المعارف والأقارب فما هي برأيك السلوكيات اللي بتنصح أنه الأهالي ينتبهوا منها ويحطوا خطوط حمراء للآخرين يعني في الغرب كلها نعرف أنه ما في أحد يقدر يبوس طفل للغريب يعني يعني نحنا أهم شي نحنا كأهل بدنا يعني هون التربية الجنسية كتير مهمة أو أكيد كل ولد وكل طفل بعمره اللي بتلاقم عمره للولد فكتير مهم أنه نحنا نفهمه للولد أنه ما حدا يستعلك جسمك ما حدا يلمسك هاي دي أماكن كتير حساسة هاي دي أماكن كتير خاصة فيك يعني ما تقبل حدا ونعلمه يكون في صراحة بينه وبينه يعني ما نخوفه لأنه كتير أوقات ليش الولاد بخافه الكبير بيحكي بس الطفل هو عاجز أنه هو شخص عاجز لا حول الله هو لقوة يعني ما بيقدر يدفع عنه هو شخص مشارك بنفس الوقت يعني مشارك غزبا عنه يعني مش بييده لأنه مثل ما قلنا بيتعرضوا للتهديد بيخوفون أنه يا منقتلك أهلك يا منقتلك يا شيء أو للإغواء أو للخداع فلازم نحنا نفهمه أنه لازم تصرحنا نحنا ما رح يعني وقته بيكون فيه تهديد دايما وضرب من قبل الأهل الولد كتير بدي يتردد قبل ما يحكي وأهل كتير بيكشفوا هالشي لأنه الولد بيصير بداعب حاله كتير أهل مثلا اكتشفوا من أولادهم أنه صاروا يداعبوا حالهم صاروا يختلوا لوحدهم ويلعبوا بأعضاءهم يلامسوا أعضاءهم فها فيه فيه ساينز يعني فيه علامات بتعبير وممكن يقلها للأم الولد أنه ما تتركيني أنا خايف هيدويل كلها إشارات عرفت كيف بيرسلها للولد من دوم ما يكون ممكن يكون صريح مع أهله بس لازم نحن نفهم الولد ونحن نكون كتير حارسين لأنه قلت شغلة كتير مهمة ممكن الخدامة تكون بنت يعني أنا من فترة جاينا بنتين طفلتين ثلاث سنين وست سنين من قبل خادمة يعني وكانوا لأهل يحسوا تاني نهار مثل كأنهم هيك ده ودخين الصبح يعني كانوا يشكوا أنه ممكن كانت تحط لهم شي منوم لأنه من النوع ما بيتركوا البيت يعني ما بيتركوا البيت المساء بس بتعرف في أوقات الأم اللي بتشتغل الغياب الأم كمان بساهم غياب الأم بساهم يعني المفروض الغياب الأم الجسدي والمعنوي يعني الأم مفروض تكون موجودة دكتور احنا حنرجع نناقش نقاط مهمة لأن هذه قضية فعلة مهمة بس هرحب معايا من الرياض بالدكتور عيد بن الشريدة اللي عنيزي أهلا فيك دكتور أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد ووكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون التعليمية والأكاديمية بحوطة بني تميم أهلا فيك دكتور أحياكم الله وإياكم أهلا ومرحبا سعى البارك والله دكتور حبي نسألك التحرش الجنسي يعني التحرش الجنسي هو يعتبر يعد جريمة يعاني منها المجتمع يعني وأهم كلهم معا ولكن هو الخلل الاجتماعي غالبا يغلب المرض النفسي أو السلوك الانحرافي فالتحرش الجنسي تقريبا هو كأي جريمة يعني لها ثلاث أركان اللي هي المتحرش أو الجاني والضحية والهدف متى ما توفرت الثلاثة هذه الأركان بالجريمة وقعت الجريمة يعني فحتى نسبة يعني التحرش الجنسي لا يمكن أن يكون يعني يحمل الجاني المسؤولية كاملة وأنما هناك ثلاث أطراف التي تتمكن بالجاني أو المتحرش والضحية والهدف الضحية أحيانا هي تخلق الفرصة للتحرش وفي نظرية يعني بعلم الاجتماع هي نظرية الفرصة يقول لك ماتا ما أتيحت الإنسان ليس مجرمن بطبعه وأنما ماتا ما أتيحت لها الفرصة ممكن أن يقدم على الجريمة فالتحرش كأحدى هذه الجرائم يعد الضحية له دورا بارزا في التهيئة المتحرش أو الجاني أو المجرم على الإقرار صحيح دكتور الهدف أيضا يقل النسبة دكتور اسمح لي الهدف أيضا يعني عفوا على المقاطع الكلام اللي قلته مهم جدا لأنك قلت أنه ما يتحمل الضحية أنه نرمي عليه اللوم اللي بيصير في مجتمعاتنا العربية للأسف أنه المتحرش به سواء كانت امرأة أو أي فرد من أفراد المجتمع هو اللي دائما بيتهموا أنه هو سبب فيه أنه هو داع الأشخاص يعني فيه أمور معينة خلت الأشخاص يتحرشوا فيه فنرمي دائما اللوم على المرأة ما نرمي اللوم على مثلا تربية المتحرش المتحرش عفوا أو أنه سلوكه الخاطئ فبرأيك كيف ممكن تتصلح هذه النظرة اللي بتظلم كمان المتحرش به لا طبعا ليس صحيحا يعني دائما اللوم يكون على الضحية وهذا للأسف لما يفاقم المشكلة لكن هذا الغالبية الغالبية الوقت دكتور خلينا وقعين صحيح أتفق معك أي صحيح ولكن هذا مما يفاقم المشكلة فنحن دورنا كأعلام نوعي لهذا الجانب يعني فهذا الضحية كثير من ضحايا التحرش الجنسي اللي وصلت إلى درجة الاعتداء لأن التحرش الجنسي هو بداية قد يصل إلى درجة الاعتداء وأحيانا يكتفي المتحرش أو الشخص الجاني بالاكتفاء بمات معينة بألفاظ معينة بسلوك معين ولكن غالبا التحرش الجنسي يصل إلى درجة الاعتداء الجنسي على الطفل أو على المرأة وأحيانا حتى على الرجل يعني فالضحية في هذه الحالة بحكم ثقافتنا والمجتمعات الإسلامية بشكل عام والمجتمعات العربية بشكل خاص مجتمعات الثقافة العربية هي ثقافة قوية فيجد ممكن أحيانا حتى الأسرة تقول لا ما تعبر لأنك أنت بتفضحنا وتسبب لنا فضيحة وهذا ما يشجع كثير من الجناة وكثير من المتحرشين على أقدام هذه الجريمة فهذه حقيقة من المشكلات التي نواجهها بالمجتمعاتنا العربية والإسلامية اللي دائما نلقي باللوم على الضحية وكثير لما يتعرض حتى الطفل للإذاء كثير من الحالات لم تكتشف حالة الإذاء أو الاعتداء الجنسي مباشرة وإنما يكون الطفل وذهب إلى أحد المستشفيات للعلاج من جروح معينة أو من الاعتداء الجسدي معين وبالصدفة يكتشف الطبيب أو المعالج أنه تعرض الإذاء الجنسي أو اعتداء جنسي عليه فحقيقة هذه من المشكلات اللي نواجهها هي مشكلة ظاهرة غالبا ما تكون يعني ما في ضحية غالبا عندنا مجتمعاتنا أنه يعبر يقول أنا تعرضت للاعتداء الجنسي لأنه خوفا من النقد خوفا من المجتمع نفسه فهذه من الحقيقة مما يشجع حتى الجناعة والمتحرشين على الإقدام طيب دكتور اسمح لي على هذا السلوك سم دكتور سم الله عدوك في عندنا نقطة كمان في المجتمع السعودي طبعا في ناس يعني مو كل الناس زي بعض بس في نسبة معينة من المجتمع بتنظر للمرأة أنه هي يعني فيه كتب وروايات وقصص كتير تكرمت عن هذا الموضوع أنه رجل ينظر المرأة أنه هي منبع الرغبة وبينظر لها كجسد ما بينظر لها كروح وهذه النظرة كمان يعني بتؤكد من خلال التربية في المنزل أنه المرأة دائما مقموعة الرجل دائما مفضل عنها الرجل دائما مسموح يعمل أي شيء وهي دائما اللوم عليها فبرايك كيف ممكن تتغير هذه النظرة للمرأة لأنه فيها ظلم كبير يعني واقع على المرأة يعني حتى لو كان فيه أحيانا بعض السيدات بيتصرفوا بطريقة صحيح تفضل أول يعني بالفعل كثير من للأسف يعني النظرات بالمجتمعات بالعالم النامي بشكل عام هي تنظر للمرأة كجسد وليس كعاقل صح فلعني إحنا ما ننظر إلى عاقل المرأة ولكن غالما يقول لك من خلال الجسد وأن المرأة تتعرى وأن المرأة تعري فيعني ينظر لها من هذا الجانب وهذه نظرة ما في شكنا خاطئة المرأة هي نصف المجتمع لم تكن يعني هي المجتمع باك ملع صحيح المرأة والرجل يعني وهذا للأسف يعني تأذر كثير من الثقافات يقول لك حتى على الأطفال يقول لك الطفل يتميز على حتى بالتربية والمعاملة يميزون الأطفال الذكور على الإناث فيوجد عندنا روح أن هذه المرأة هي حق له وممكن يعتدي عليها وممكن يعني فعل للأسف أن هذه أيضا تنشى من الثقافة لذا هي العوامل التنشى الاجتماعية هي الثلاثة الأسرة والمدرسة والمجتمع لا بد أن نبدأ تصحيح هذه النظرة من خلال هذه القنوات قنوات التنشى الاجتماعية الثلاثة يجب أن نركز عليه تركيزا قويا وتركيزا يعني نعطيها أولوية وأهمية معينة لتصحيح مثل هذه الأفكار الخاطئة تجاه النساء فالمرأة والرجل هم كلاهما مكملين للمجتمع ولكن للأسف كثير من الثقافات حين حتى يشجع يقول لك الطفل عندما يعتدي على المنت هذا شيء جيد وهذا يثبتك أنه رجال مثلا أو رجل فهذه للأسف من النظرات أو الثقافة السالبة أو السلبية حقيقة يتربى عليها كثير من الأبناء والأطفال دكتور عيد يعني في نقطة كمان مهمة لازم نتكلم عنها في بعض العوائل ما هي معترفة كثير بالتربية الجنسية وتخجل من هذا الموضوع ومع أنه التربية الجنسية مهمة يعني كل مرحلة عمرية يمر بها سواء الطفل من تأسيسه من تربيته والفتاة سواء شاب أو فتاة مهم أنهم يتعلموا بطريقة مناسبة أصول التربية الجنسية أنه يفهموا ما هي العلاقة كيف يمكن الواحد يحمي نفسه أنه ممكن يكون فيه تحرش كل مرحلة عمرية حتى يعني يوصل لمرحلة يكون نضج فيها وفهم الأمور بشكل مختلف فبرأيك ما أهمية التربية الجنسية في الوقاية من التحرش أو التعرض للجنس أو الاعتداء الجنسي والله إحنا عندنا تخوف يعني من عملية التربية الجنسية أنا ما أعرف ليش يعني كثير من نتخوف التربية الجنسية يجب أنها تكون في ضوء الثقافة إحنا ثقافاتنا تستوعب من التوجيه حتى عندنا إرث إسلامي يتحدث عن الجوانب والعلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة والعلاقات بين الرجل والمرأة كدينيا ولكن مشكلتنا يعني إحنا أحيانا ليست النظرة الدينية وإنما هي الثقافة وما ترى عليها من التغيرات ومن مجرد يعني كلمة جنس هذه تخيف يقول لك يعني بينما هو الصحي أنك تتوجه العلاقة يعني كثيرا أحيانا يكون ما يكون هناك توعية أو ثقافة معينة أحيانا تجد حتى الشذوذ الجنسي بكثير من المجتمعات نتيجة لعدم التوعية الصحيحة بالطريقة الجنسية الصحيحة فتجد أحيانا يعني ممكن البنات يكون هناك تحرش بنت مع بنت أو ولد يعني غالبا طبعا مدارس الأولاد ممكنها تنتشر بشكل أكبر وهذا ليست بالمجتمعات غالبا العربية والعالم الإسلامي بشكل عام للأسف فنحتاج إلى التوعية الصحيحة وإلى تحديد العلاقة بين الرجل والمرأة وإلى توضيح كثير من الأمور فهذه الثقافة يجب أنها تبين للأطفال ولكن في ضوء أيضا ثقافاتنا والدين الإسلامي إذا ما نجبر عليهم لأن الثقافة الغربية ما يمكن أن نجيب ثقافة الغربية ونطبقها على مجتمع مسلم وإنما أنا متأكد أن عندنا بالإرث الإسلامي والإرث العربي ما هو كفيل بس بشرط أنه ما نخجل يعني من هذه الجوانب كان النساء كان يتحدث مع رسول الله عليه وسلم عن كثير من نواحي والعلاقات مع أزواجهن فكانت مقبولة جدا طيب دكتور عندي سؤال بس أخير من خلال موضوع التحرش التحرش اللي أحيانا بيصير عندنا في السعودية بعض هؤلاء الشباب اللي بيمارسوا التحرش على الفتيات لما بيسافروا الخارج السعودية ما بيمارسوا هذه السلوكيات فلماذا برأيك بيمارسوا هذه السلوكيات في المجتمع هل لأنه المجتمع أحيانا بيقمع المرأة ولا لأنه ما يوجد قانون يعاقب يعني قانون واضح وصريح بمعاقبة المتحرش ما هي الأسباب برأيك والله هي الأسباب الخوف الخوف من العقوبة يعني بصراحة منها من العقوبة ساء الأدب وينزع بالسلطان ما لم ينزع بالقرآن يعني أنا نزلت لكثير من المجتمعات آخرها نزلت بعض المجتمعات المفتوحة فما تجد ظاهرة التحرش يعني وجود الرقابة ووجود العقوبة فالأسف يعني إذا الشاب لما يشعر أن ليس هناك عليه عقوبة ممكن يبدأ يشبع ما لديه من ميول تجاه المرأة أيضا ليس بالضرورة أن يكون بدافع جنسي ولكن قد يكون إثبات الرجول أحيانا فهو آمن العقوبة لا يوجد يعني إذا مثلا العقوبة يعني رادعة وكافية كفيلة له فهذا الجانب يجعله يقول لك الله أنا بستعرض عضلاتي على يعني ما بزملائي ولا كذا على الحلقة الأضعافة اللي هي المرأة والطفل دكتور سؤال مهم يعني أعتقد يعني نعرف نعرف إش السبب وراء هذا الموضوع أنا قرأت الكثير من الدراسات اللي بتقول أنه نسبة التحرش بالمرأة أو بالأطفال نسبتها أعلى في العالم العربي من العالم الأوروبي أو الغربي مع أنه الانفتاح في الغرب أكثر هل تعتقد السبب في ذلك مثلا الكبت أحيانا الفصل الدائم بين المرأة والرجل هل تعتقد السبب أنه البطالة مع أنه البطالة موجودة في كل العالم ما هي الأسباب برأيك اللي بتخلي المجتمعات الشرقية يكون فيها نسبة التحرش بشكل أكبر بالإضافة إلى أنه المرأة دائما أو بنسبة كبيرة مش دائما بتسكت عن حقها عشان الفضيحة لأنه المجتمع بيرجع يلومها والله يجب أن نقارن بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الغربية بس هذه الدراسات يا دكتور مش كلامي أنا أعرف أختي بس أيضا عندهم المشاكل عندهم أنديا للقاء لشذوذ الجنسي عندهم المشاكل كثيرة فعندهم أيضا أماكن اللي بمارسة الجنس فهذه ما يمكنها تتفق فليس من العدل أن نقارن مجتمعنا الإسلامي مجتمعنا المحافظ بل مجتمع الغربي فأيضا لما نأخذ ما نكون جزيين لما نأخذ جزيين معين نقول لك صحيح بس أيضا بالمقابل لما ننظر نظرة شمولية ونظرة كاملة نجد أن عندهم مشاكل كثير من المشاكل الحمد لله ليست موجودة بمجتمعنا كثير من الأمراض اللي نتجت عن الشذوذ وعن الأحداث الجنسية ليست موجودة بمجتمعنا فيجب أن نغفل هذا الجانب ولا نكون جزيين بس لا تعتقد يا دكتور أن الكبت سبب مهم لا 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 ما أعتقد ما هو السبب برأيك نحن نقصنا هو التوجيه السليم التربية الصحيحة التوجيه بالمدرسة وجود الانديا ترفيهية أكثر يعني ذا بالأحياء وجود يعني ذا وش أقوله فهذه جميعها تجعل هذا الشاب يفرغ طاقته بشكل صحيح وبشكل سليم أيضا نركز نحن على عامل الأسرة لأننا عندي قناعة تامة لو أصلحنا الأسرة بشكل صحيح ويتمينا بالأسرة بشكل سليم ويضا يتمينا بالمدرسة لأننا قضينا على كثير من الظواهر ما فيها التحرش الجنسي أكيد دكتور نحن نشكرك على هذه المداخلة كان معنا الدكتور عيد بن شريد العنزي أستاذ الخدمة الاجتماعية المساعد ووكيل كلية إدارة الأعمال للشؤون التعليمية والأكاديمية بحوطة بني تميم شكرا لك على هذه المداخلة أعود مرة تانية للدكتور أدولي طبعا حضرتك سماتي الكلام اللي قاله الدكتور عيد خلينا شوي نحاول ندخل أكتر في نفسية تكلمنا عن المتحرش ونفسية وخلينا ندخل في نفسية المتحرش به سواء كان طفل أو سواء كانت مرأة أين كان الفئة اللي تعرضت للتحرش كيف ممكن تصير نفسيته بعد التحرش وكيف ممكن يكون العلاج بطريقة مناسبة للوضع لأنه في بعضهم ما يضطروا أنهم يقولوا الأهلا وأنهم يخبوا الموضوع في بعض الأشخاص تخجل من التعبير عن الموضوع في بعض الأشخاص يكون فيه مشكلة معقدة أكتر في موضوع التحرش اللي صار فيهم فما تنصحي برأيك بهذا الموضوع أهم شيء العلاج كتير مهم بس كان فيه سؤال قبل العلاج قلت شو الشخصية المعطقة بالنسبة للطفل نحن أمنع في الطفل إجمالا هو شخص مشارك ممانع غزبا عنه يعني شخص ما عنده قدرة يدفع عن حاله شخص بيشعر طفل بيشعر بالعجز يعني وبمجرد الشخص المعتدي عم بيعمل هالشيء بالخفاء يعني الأهل يمكن ما يكونوا موجودين فمش قادر هو يعني يعمل شيء مثل خاضع لشيء غزبا عنه ومثل ما قلت لك لأنه تهدد ولأنه صار فيه يعني غدر بالنسبة له مش قادر يحكي المرأة لك المرأة أكيد المرأة شخص كبير وفيها تدفع عن حاله وكتير من الأشخاص الكبار بقدروا يدفعوا عن حالهم ما عندهم مشكلة يعني مش مثل الولد فيها تدفع عن حاله هلأ شو الأثار اللي بيترك أكيد عند الطفل يمكن يترك أثار كتير أكبر حتى يمكن أول يعني عامل التكرار والوقت هو من المعايير اللي لازم ننزر له بس يمكن تكون صار يتمره وتترك أثار مدمرة على الطفل فمشان هيك العامل التكرار والوقت مش ما لازم ناخده كمعيار الوحيد يعني لنشوف قديش ممكن يترك صدمة الصدمة ممكن تصير عنده اتراب ما بعد الصدمة اللي بتسميه نحنا ويلي على عكس الأهل متل ما بيفكروا أنه ما تحكي عن الموضوع ونسيه وحطه وراء ظهرك كتير غلط لازم الولد يحكي عنه لازم يعني يحكي عن الحادثة اللي صارت بخمس الحواس شو شفت شو سمعت شو شميت شو تزوقت شو لمست يعني لأنه ما فيك تبني حديقة فوق مواد سامي يعني الجرح بده يتعرض مثل الكسر بدك لجبري بده يتوجع ويتقلم يعني المواجهة مواجهة الحدث كتير مهم هذا الصدم ولازم يواجهه لوحد للحدث الصدم مش مشان الولد يطلع منه بس أكيد مواجهة الحدث الصدم بده يكون بطريقة آمنة للولد يعني مش أكيد الأهل اللي بدون يلوموا الولد أو بدون ما يصدقوا أو بدون يضربوا أو بدون يعاقبوا أو البنت الكبيرة يلي أنه إذا بدا تيجي تقول بدون يلوموا لا لا أنه أنت مثلا لبس عصير أنت تدلعتي له أنت يعني مثل ما أنت سبق أو ذكرت أنه البنت يمكن تليم هي هلأ ممكن هي تكون لبسة طويل وتكون محجبة وكل شيء ومية يعني ويتحشره فيها يعني يمكن هي كمان إذا لبس كتير عصير ولبسة يعني كتير يعني هيدا ممكن كمان هيدا يعني هي كمان هوني عم أي هذا السؤال برأيك أحيانا في بعض يعني إحنا ما علي بنظم الرجل بشكل كامل عادة التحرش بيجي من الرجل يعني هيدا من البادي هيدا رسالة قد تكون من لغة الجسد لأن الفيزيكال أبيرنس المظهر الخارجي كمان يدعون رسائل رسائل يمكن غير مقصودة يعني فتك هي مش مقصودة يمكن هي مش قاصدة أنه تبعتها ولكن الشخص بده يتلقاها أيوة فإحنا يعني عشان ما نظلم الرجل دائما هو التحرش عادة بيجي من الرجل بس بعض الحالات من السيدات هم بيدعو الرجل للتحرش بحركاتها إيماءاتها تصرفاتها طريقة كلامها مزبوط بتشجع الرجل على هذا النوع من التحرش فيعني ما هو رأيك بهذا الموضوع ايه ممكن مثل ما قالتلك ممكن تكون هي يعني عم تنقل إيماءات حركات جسدة تعبيرة مظهرة الخارجية شولابسة ممكن تكون عن قصد وعن غير قصد بس إجمالا إجمالا المرأة اللي بتتعرض لتحرش جنسي مثل ما قالنا ما فيه إحصائيات مظبوط بتدل على قديش فيه عم بيصير هو التحرش الجنسي شغلي كتير شائعة بس الأحصائيات المظبوطة مش موجودة بسبب تسطر بسبب التسطر يعني الأهل بيمتنعوا يحكوا هي بيمكن تمتنع تحكي يعني يمكن تجي لعنها وتقلنا بليز ما تقيدوا لي اسمي أو تعطي اسم غلط أو اسم عرفتي أو يعني ما بتقلك إنه بدافق بليز هيدا سريع ما بدي يروح يعني بيخافوا إنه بالفايل ينكتب على الإنترنت كل شيء ممكن حاكمتين يشوفها يعني عامل السديق والولد مثل ما قلت لك يا أما ما بيقول لأهله خوفة إنه يعقبوه خوفة إنه يحملوه مسئولية فهون بيكون في أداة تانية أداة إضافة أداة اللي أخدوا من التحرش وأداة اللي أخدوا من أهله فهيدي اللي بتمنع لولد يحكوا دكتورة دولي شكرا على وجودك معنا في هذه الفقرة شكرا لك شكرا لك يعني المشاهدين مهم جدا أنه الأهل يعرفون أنه لو صار تحرش لبنتهم أو لابنهم أو لطفلهم أنه هذا الشيء ممكن يكون وما يحاولوا أنهم يغطوه بطريقة سيئة أو نحط راسنا زي النعام في التراب لا يحاولوا الأهل يشوفوا كيف ممكن يعالجوا الشخص اللي يتعرض لهذا التحرش سواء أنه يروح عن طبيب ما يحاولوا يجرحوه ما يحاولوا يحسسوه بالذنب لأن هذا الذنب ممكن يدمر الشخص هذا أكتر ما هو تعرض للتحرش يعني عن جد الله يستر على كل البنات ويستر على كل الأطفال من هذا التحرش وعلى الأمهات دائما أنهم ينتبهوا من المحيطين بالأطفال وسلوكياتنا كمان تتغير ما نحاول دائما أنه إحنا ناخد أطفال الآخرين ونلعب معهم ونبوسهم ونتصرف معهم بطريقة فيها تلامس كتير لأنه هذه حصانة أكتر للطفل أنه ما يكون فيه تلامس بشكل كبير نحن مشاهدين حلقتنا متابعة لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا في سيدتي بعد الفاصل سمو الأمير الوليد بن طلال يشتري منزلا بمليون ريال للطفل اليتيم يوسف الأنصاري اشتركوا في القناة